السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيل وصحبه وسلم. ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور الدورة بتاعتنا. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هتبقى وصفة ما شاء الله هتخلي الوزن يفور معاك. يعني خلي الوزن بقى بتاعنا ايه? ما شاء الله يعدي التلاتة كيلو. زي ما انت شايفين كده الفراغ? يعني يمكن هي ما شاء الله يعني الاحجام بتتكلم عن نفسها. الاحجام يا جماعة ما شاء الله يمكن يوم ما كنت وزن لكم كان شاء والنهاردة شاء تاني خالص. زي ما بقلوكم كده الايام الجاية يا جماعة في الايام ده هيت بيبقى الاحجام ما شاء الله يعني الزيادة بتبقى التقطة ايه? يعني ايه? بتبقى سريعة يعني. فاحنا النهاردة كل الوصفات بتاعتنا اللي احنا هنعملها من هنا وراح ان شاء الله هتبقى لزيادة الوزن. الناس بقى اللي هي ايه احب ان هي تعمل خرطات لزيادة الوزن تقولي يا مش اما انا عايزة حاجة تزود الوزن تبدأ اجماعة تعملها معانا من من النهار دي. يعني لما كنتش بتعملي في الفيديوهات اللي فاتت حاول ان انت تعملها معانا من اول دلوقتي. احنا النهار ده ان شاء الله هنعمل وصفة يعني جميلة جدا هتزود معك الوزن. ده يمكن اكتر وصفة احنا بنعملها لزيادة الوزن. ليه? آآ قبل كده بنعمل آآ برضو لزيادة الوزن. وفي نفس الوقت بندخل حاجات للمشاكل لو فيه مثلا السهلات فيه اي حاجة. وبرده في نفس الوقت بتبقى فاتح شهية. فالنهار ده يا جماعة هنعمل اقوى حاجة تزود معك الوزن. آآ الناس كتير بتقولي انا عندي الوزن قليل. فان شاء الله انت عندك الوزن قليل. حاولي يا جماعة بصوا بقى نصحة مني. آآ الناس اللي دائما بتشيك وتقول انا عندي الوزن قليل وعمرهم تلاتين يوم. بصي انت عايزة تكسب الوزن. يبدأ من عمر اسبوع في الوصفات. لو بدأت من عمر اسبوع في الوصفات وكل يوم عملت وصفة من شكل كده معايا زي ما انا بعمل كده بسم الله ما شاء الله. اما تيجي توصى لاخر الدورة هتبص تلاقي معاك الاوزان في السامة. زي ما انت شايفين معايا كده ما شايفين الفراخ عاملة ازاي? ده يا جماعة الفراخ اآآ يعني انا بدأت دورة معاكم من اول يوم لغاية النهار. ما فوجت شوالة يوم معاكم. قال لما عملت فيه يعني ايه فيها وصفة او ممكن اقرر الوصفة مرتين ولا حاجة. بس ما شاء الله الوصفات كل اللي احنا بنعملها. ما شاء الله ناس كتير وبشهادة ناس كتير فعلا ومتابعين كتير. قالت والله مش هيماء كل وصفاتك بتجيب معايا نتيجة كويسة جدا. وفي نفس الوقت ما شاء الله الفراخ ماشي معايا كويس بدون اي علاجات. فعلا والله يا جماعة انا ببقى مبسوطة جدا لما بسمع الكومونتات اللي بتشجع وبتفرح القلب ديت. فياريت ربنا يا ربي بارك لكل من كان. فياريت الناس اللي هي يا جماعة آآ متابعة معايا دايما على طول الوصفات والخلطات. تمام? علشان كده يعني ان شاء الله هستمر معاكم لغاية برضو اخر يوم لغاية ما تتباحهم آآ الفراخ لغاية اخر يوم في الدورة. وتقول يوم مش هيماء احنا خلاص دباحنا وهنبدأ نجيب دورة جديدة بازن الله هبدأ برضو معاكم. تمام? طيب. يلا كده يا جماعة ساموا الله وحطوا لايكات كتير للفيديو. عايزاكم توصل فيديو دولة لأكبر عدد من اللايكات وشيروه. علشان بصراحة يمكن انا زعلنا شوية لما بلاقي الكومنتات حاجات اللايكات حاجات بسطة كده. فمع ان انا بتعب في الفيديو بعمل وصفات وبتعب معاكم. ومشاء الله يعني انتو بتخش تشوف الفيديو بتتبسط يا منو بتستفيد من الوصف اضغط لايك. مش هتخسر اي حاجة خالص. بل بالعكس. لايك بتاعك يخلي الفيديو تشاف. ويوصل لاكبر عدد من الناس. والناس كتير هتشوفه وتستفاد منه. وده طبعا يعني حاجة يعني حاجة تفرح بكد والله. فيالت كلاتنا نحطوا لايكات كتير للفيديو. تعالوا بقى كده نشوفوا الوصف بتاعتنا النهار ده هتبقى عبارة عن ايه. مبدأ يعني كده زي ما شايفين? انا يا جماعة معايا الحلبة الحصر. الحلبة دي انا هعوض المايا بتاعتها. ومعايا ايه كمان? معايا العصر لصمر. الحلب والعصر لصمر ده اكتر مكونين اتنين هيخلوا الفراخ عندك ما شاء الله اوزينها في السماء. اه خلاف كده وكده كمان هنحط مكون تاني هتشوفوه معايا. اللي هو ايه بقى? ده هنحط كده الاول معلقة عسل كمان يبقى انا كده حطت يا جماعة معلقة معلقتين اتنين عسل. تمام? ندوجوهم بس كواس كده. اهو. علشان في مكونين اتنين لسه هنحطوه. الوصفة اللي انت اللي احنا هنعملها مع بعض النهار ده دي وصفة سهلة وبسيطة وممكن اي حد ان هو يعمل. كل المكونات دي موجودة في قلبي بالي. تعالوا بقى كده انا معي علبة زبادي. العلبة دي انا هاخدها بحالة. لانه اخدوا بالك يا جماعة الكمية اللي انا هعملها دو كلتي مش هحطها مرة واحدة. اما هحطها على مرة تانية اما هحطها برضو لفراخ تانية. تمام? فده كده انا حطت الزبادي مع الحلبة مع العسل هندوب كويس جدا. انا عايزها تبقى نعمة خالص علشان ان شاء الله يا جماعة الوصفة ديت بازن الله هنحطها له مع المية. فانا كده عايزها تبقى نعمة خالص معي. حتى لو انتم عرفت الصفيها صفيها علشان ايه لو في حاجة خشنة تباوشي. دول برضو معلقتين اتنين خميرة بالمعلقة الصغيرة اللي انتم عارفينها ديت. لو ما عندكوش المعلقة ديت ممكن تجيب المعلقة بتاعت الشاي اللي عندك وتعايير به. الوصفة هتبقى ما شاء الله مزبوطة وكويسة جدا. المعيير ده يا جماعة. انا هاخد نص المقدار دهوت بسي. هحطه على اربعة رتل ومية. تمام? كمية اللي انا خدتها ديت. ده هعملها على مرتين. نصها هحطها على اربعة رتل ومية. زي ما انتم شايفين كده. اهو. هنحطها الفراخ تشربها. وده علشان تجيب معاك النتيجة سريعة حطها لهم على موات الشرب. الفرخ يشرب من هنا وبسم الله ما شاء الله تشوف بقى زيادة الوزن قدامك من هنا. دي تخلي بالكم آآ يعتبر فاتح شاهية ترفع المناعة بتاعتهم. بتزود معاك معدل حجم بتاعهم. تخلي الاوزان ما شاء الله معاكي. اوزان رهيبة. تمام? ده يعني ممكن ان انت تعملها مرتين في الاسبوع. هتبقى حلوة وزي الفل اللي معاكش. ده كده يا جماعة حطنا لهم المي اهو زي ما انت شايفين. طبعا هنعمل لهم هنعمل لهم بقى العلف بتاعهم. لان طبعا هم مشاكلهم كده مشطبين على الاخر علف. وطبعا العلف انا بحط لهم علفتان اتنين. علشان آآ في الحجم ده وفي السن ده ينفعل همش علفة واحدة. فدائما يا جماعة بنقول علفتان اتنين علشان الفراخ ما شاء الله كل ايه يبقى كل فرخ وغض حقه في الاكل. علشان يديك اوزان كويسي. منجيش بقى نقول نحط علافة كلو كلو ما كلوش ما كلوشي. ونقول الفراخ ما بتزيدش معي لا. آآ النهاردة ان شاء الله انا يعني متأكدة ان الفرخة يزيد عن اتنين كيلو. اللي انت شايفينه ده. فهو طبعا يعني على ما يجي بقى الفرخ يوصل معي خمسة وتلاتين يوم واربعين يوم هتبص تلاقي الاوزان في السماء. فعلشان كده ان شاء الله الاسبوع اللي هو يعني قبل الدبح ده كلاته بازن الله يبقى كلو خلطات. وخلي بلكم على عمر خمسة وتلاتين يوم يا جماعة ان شاء الله هعمل معكم الخلطة بتاع تغيير العلف. قالت التغيير العلف ده ما شاء الله بتخلي الفراخ ما شاء الله يعني بتزيد بتزيد الوزن التقطع ايه. آآ عشان بس في ناس بتفكر ان انا طالما دخلت داش او دخلت عيش يبقى كده خلاص الفرخة يرجع وراه الوزن بتاعه هيقل لأ. ما حدش يفكر تفكير ده لان انا هقولك على الكيميات المزبوطة اللي هتخلي الفراغ ما شاء الله تشيل معك وزن كويس جدا. تمام? فبازن الله الخلطة دي برضو هتخلي طعم الفرخة عندك باسم الله ما شاء الله ما يفرقش عن البلد دي. والنفس وانت بتطبخيه برضو ما يفرقش عن البلد. اما الناس بقى اللي عايزة تبيع بدر يا جماعة تقدر تبيع في العمر دي. الفرخة هيبقى معها زي الفل. وهيكسب معها كماني. لو انت عايزة توفر اسبوع ولا حاجة ما تأكلش فيه. لان طبعا لو انت قعدتهم كمان اسبوع ممكن يكلوا منك شكرة علاف ولا حاجة يبقى انت اولى. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم وما ننساش تضغط لايكات كتير للفيديو. اشتركوا في القناة